موسيقى فرقت الشرطة مسيرة مناهضة للحكومة في وسط العاصمة كيشنوف في مولدافيا وفقا لصحفة نيوزميكر المحلية فإنه في حوالي السادسة صباحا توجهت خمسة عشر حافلة للشرطة إلى ساحة الجمعية الوطنية العظمى وسط العاصمة حيث مكان احتشاد المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة الحكومة والاعتراف بنتائج انتخاب رئيس بلدية كيشنوف والتي فاز بها مرشح المعارضة الشرطة فرضت طوقا على المتظاهرين وطالبتهم بالخروج من الساحة ثم بدأت تفريقهم بالقوة واضح مسؤولون أمنيون أن عملية تفريق المحتجين في الساحة كانت تهدف إلى إخلاء المنطقة لإعدادها للاحتفالات بمناسبة عيد استقلال البلاد هذا واتخذت الأجهزة الأمنية تدابيرا مشددا وطوقت مركز المدينة بهدف عدم وصول المتظاهرين إليه فيما أقيم الاحتفال بوسط أو بيوم الاستقلال وسط صيحات الاستهجان من المتظاهرين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة